اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبات وطالبات الصف الثالث الزراعي نبدأ معكم حلقة جديدة من حلقات مادة صحة الحيوان والدواجن دبلوم المدارس الثانوية الزراعية نظام الثلاث سنوات موضوع هذه الحلقة هنتكلم فيه عن النزيف وانواعه وكيفية التحكم فيه وانواع الحروق والالتهابات والخراريج دي كلها عبارة عن مضاعفات بتنشأ بعض الجروح هنبدأ نتعامل معها ازاي هنتعرف على كيفية التعامل معها وازاي نقدر نتعامل معها اول حاجة اللي هو النزيف اللي هو اول المضاعفات اللي احنا ممكن نشوفها في الجروح والنزيف هيتكون من ثلاثة انواع او بينقسم الى ثلاثة انواع فيه حاجة اسمها النزيف الشرياني وفيه حاجة اسمها النزيف الوريدي وفيه حاجة اسمها نزيف الشعيرات الدموية كل نوع من الانواع ده له خطرته وله طريقة في التعامل معه هنتعرف على الشريعة مع بعض كده النزيف الشرياني بيكون سببه قطع في احد الشرايين يبقى هنا هيحصل قطع في احد الشرايين لون الدم مميز وهو اللون الدم الاحمر الوردي ويأتي على دفعات بيأتي على دفعات ليه؟ لان الشرايين دي غالبا بتبقى جاية مباشرة من القلب وبالتالي بتخرج الدم على هيئة دفعات على هيئة نبضات عضلة القلب النبضات دي بقى هتدينا شكل الدفعات وبالتالي هلاقي ان الدم بصورة مستمرة بيخرج من الجلح ولكن بصورة دفعات اذا لم يتم الاسعاب بسرعة بيتعرض هنا الحيوان للنفوق لان هنا بيفقد الدم بصورة سريعة وبصورة مباشرة وعضلة القلب هتتأثر ويحصل هبوط حاد في عضلة القلب وموت مفاجئ للحيوان يبقى ده خطورة النزيف الشرياني يبقى النزيف الشرياني زي ما احنا قلنا بيتمايز بايه؟ بان خروج الدم على دفعات وبيكون لون الدم احمر وردي وهنا يجب التدخل السريع لان هنا بتكون حياة الحيوان معرضة للخطر لو ما تمش عملية الاسعاب بصورة سريعة وطارعة النوع التاني اللي هو النزيف الوريدي النزيف الوريدي بيكون سببه قطع فيه احد الاوردة ويتميز بلونه هنا بقى اللون المميز لون الدم الاحمر الداكن ومتدفق الدم بانتظام مش على دفعات يبقى عشان اميز بين النزيف الشرياني والنزيف الوريدي في النزيف الشرياني خروج الدم على دفعات لا هنا في النزيف الوريدي خروج الدم بصورة منتظمة ولون هنا الدم بيكون احمر قاتم اللون الداكن او القاتم شوية ما بيكونش اللون الأحمر الوردي اللون الأحمر الوردي ده في النزيف الشرياني النوع التالت من النزيف من أنواع النزيف اللي هو نزيف الشعيرات الدموية الشعيرات الدموية دي شعيرات صغيرة جدا وهو أقل أنواع النزيف خطورة وده بيكون النزيف فيه قلال جدا وممكن يحصل نزيف حاجة اسمها تحت الجلد بيكون على صورة أنزفة نقطية موجودة تحت الجلد وده ما بيكونش ذو خطورة بالغة لكن اللي هو أخطر الأنواع اللي هو النزيف الشرياني ثم يليه النزيف الوريدي النزيف الشرياني عشان كمية الدم اللي بتفقد بتكون كبيرة جدا في نفس الوقت بتكون مباشرة من عضلة القلب يليه النزيف الوريدي فيه نوع تاني من الأنزفة أو نوع تاني من أنواع النزيف اللي هو حاجة اسمها النزيف الداخلي والنزيف الخارجي ده على حسب مكان النزيف اللي موجود في الحيوان النزيف الداخلي ده لا يروا بالعين ده غالبا بيحصل لا يظهر خارج الجسم بيكون نتيجة نظيف داخل عضو من الاعضاء الداخلية في الجسم خطورته ان انا مش شايفه وبالتالي انا هنا الاعراض اللي على الحيوان هتظهر هنا هي اللي هتخليني وتنبهني ان هنا في مشكلة نظيف داخلي النظيف الخارجي ده اللي هو بيوجود على سطح الحيوان من الخارج وبتكون اعراضه مشابه للنظيف الداخلي ولكن هنا الجرح انا بشوفه او الجرح شايفه وشايف النظيف قديم طيب ايه اعراض النظيف سواء الداخلي او الخارجي او الاعراض اللي هي القيء اللي هي القيء والعطش الشديد نتيجة فقد السوائل والخوف وطبعا نتيجة افراز هرموني الادرينانيل عشان يعمل عملية يقاف للنظيف ده دفاع مباشر من الجسم افراز هرموني الادرينانيل هيزود لضربات القلب ويعمل خوف للحيوان وشحوب كل الاغشية المخاطية طبعا الاغشية المخاطية بتاخد اللون الاحمر الوردي مع فقد الدم من الجسم لنتيجة النظيف هتتحول لون الاغشية اللي اللون الاحمر او الباهت اللون الباهت يبقى ده مؤشر على ان في نظيف عندي في الحيوان انخفاض درجة حرارة الجسم بلا ان درجة حرارة الجسم برودة الاطراف وانخفاض درجة حرارة الجسم عن المعدل الطبيعي طبعا احنا عرفنا المعدلات الطبيعية لكل حيوان فانخفاض معدل درجة الحرارة ده بيدينا مؤشر على ان في وجود نظيف اتساع حضقة العين وده برضو نتيجة إفراز الأدريناليل أو هرمون الأدريناليل التنفس السطحي السريع ما فيه تنفس سريع يبقى معدل التنفس عندي في الحيوان بيزيد وبيكون سطحي يعني إيه يعني عدد دورات التنفس بتزيد في الدقيقة طيب هنا عشان يعوض الجسم الأكسوجين اللي بيفقد هنا ما بيصلوش الأكسوجين لأنه يجي النزيف العضاء الداخلية ما بيصلهاش كمية الأكسوجين اللازمة فبالتالي الحيوان بيبقى فيه معدل تنفس سريع وسطحي عشان يعوض للأكسوجين الفاقد اللي هو موجود في الدم فبيعوضوا بعملية التنفس السريعة يعني معدل التنفس بيزيد معدل ضربات القلب بتزيد اتساع في حدقة العين الحساس بالخوف بالعطش بالقيل النبض طبعا بيبقى ضعيف جدا وغير محسوس النبضات القلب سريعة بس غير محسوسة لان قوة ضربات أو قوة النبضات بتقل جدا مع فقد الجسم للدم في حالات النزيف يبقى دي بيسميها اعراض النزيف طب الاعراض دي لو موجودة وما فيش جرح خارجي يبقى فيه هنا احتمالية اصابة الحيوان بنزيف داخلي بس ايه بيكون عندي حاجة اسمها الكيس هسوري او تاريخ الحالة ان الحالة دي مثلا الحيوان ده تعرض لاصابة معينة او خفطة او كدمة معينة ولكن ما فيش اي اصابات خارجية عليه ولقيت بعض هزي الاعراض موجودة يبقى هنا ببدأ احط الحيوان ده تحت الملاحظة وببدأ اتعامل مع الحيوان كأنه في حالة نزيف حالة نزيف خارجي هنشوف هنتعامل مع حالات النزيف ازاي ننتقل بعد ذلك عزاء الطلبة والطالبات الى طرق ايقاف النزيف يبقى انا دلوقتي عرفت ايه هي انواع النزيف على حسب الشرياني او الوريدي او الشعيرات دموية المكان اللي هو يحصل منه النزيف او على حسب مكانه داخل جسم الحيوان كان نزيف داخلي او كان نزيف خارجي وعرفت ايه هي الاعراض اللي بتظهر على الحيوان من اثناء عملية النزيف ازاي ابدأ اتعامل مع حالات النزيف او ايه هي طرق التعامل مع حالات النزيف في الحيوان هناك حاجة اسمها الاسعافات الاولية الاسعافات الاولية دي اللي هو اول مجرح يحصل اول مجرح يحصل لازم اعمل ايه اعمل حاجة اللي هي الضغط على الجرح بواسطة قطعة قماش نظيفة يبقى اول حاجة ابدأ او في النزيف بعملية الضغط او البريجر بقطعة قماش نظيفة على منطقة الجرح بحيث انه ابدأ اقلل من كمية الدم النازف من الجرح اتنين عمل روباط ضاغط على الجرح ونبدأ من اسفل المكان الى اعلاه يبقى انا بلف بقى روباط ضاغط لو كان الجرح ده موجود في اي قائمة من القائم الحيوان او اي اطراف من الاطراف الامامية او الخلفية بعمل عملية روباط ضاغط على الجرح وببدأ من اسفل المكان الى اعلاه عشان اعمل عملية ضغط برضه على الوعاء الناقل للدم الى الجرح ده انه مايبقاش فيه كمية دم كتير فبعمل عملية روباط ضاغط على الجرح ودايما اراعي ان انا ابدأ من اسفل مكان الجرح الى اعلاه رقم ثلاثة نقر الحيوان الى اقرب عيادة او مستشفى بطري يبقى هنا بترك الامور لتدخل الطبيب البطري لكن انا عملت حاجتين يا اما استخدمت قطعة كماش في الضغط على الجرح عشان اوقف النزيف واستخدمت الرباط الضاغط فيه روباط الاسفل الجرح الى اعلاه عشان اعمل عملية تحكم في كمية الدم اللي رايحة للجرح بانها تكون اقل ما يمكن لغاية ما يبدأ يعمل عملية الاسعافات اللي هي بعد كده سواء ايه خياطة الجرح وعمليات تطهير الجروح والكلام ده كله وده اللي هيقوم بها الطبيب البطري سواء داخل العيادة البيطرية او داخل المستشفى البيطري طيب الطريقة الجراحية او الطرق الجراحية في ايقاف النزيف اول هذه الطرق اللي هو ربط الوعاء المقطوع من طرفين الوعاء المقطوع ده اللي هو عبارة عن يعني احنا قلنا شريان او وريد غالبا الشعارات الدموية بيكونش حالات النزيفة عالية فبالتالي ما بتحتاجش اي تدخل لكن هنا التدخل بيحصل انت عندي في حالات النزيفة الشرياني والنزيفة الوريدي لان كمية الدم المفقودة هنا بتكون كبيرة وفي اقل وقت ممكن عشان الحيوان فبالتالي اللي اعمل ايه ربط للوعاء المقطوع من طرفين الطرفين بتوع الوعاء دولهم اللي هم مقطوعين بعمل لهم عملية ربط وبالتالي بمقف عملية النزيفة بعملية ايه عملية خياطة عادية خياطة الوعاء من طرفيه زي ما احنا قلنا بعد كده خياطة الانسجة التي تنزف وتنضحه دمان يبقى خياطة الانسجة التي تنزف وتنضحه دمان بعد كده بالطرق الكيميائية يبقى دي كانت الطريقة الجراحية الطريقة الجراحية سهلة جدا الجرحة عندي موجود داخل العيادة او داخل المستشفى يطربت الوعاء من طرفه وبعد كده عشان نم من عملية النزيف وبعد كده بناخد طرفي هذا الوعاء اللي هو سواء كان الشريان او الوليد المقطوع بنعمله عملية خياطة بطرق الخياطة اللي احنا تعلمناها سواء كان خياطة بسيطة او خياطة خياطة غرزة بسيطة متصلة او غرزة بسيطة واحدة على حسب مساحة الوعاء اللي موجود ومساحة الجرح اللي موجودة بعد كده بنعمل ايه؟ بنعمل عملية تطهير لمكان الجرح كده انا وقفت النزيف بالطرق الجراحية اللي هي الخياط الطريقة الكيميائية وهي عبارة عن بنستخدمها هنا لو حالات النزيف اقل شدة بيوضع مادة تساعد على تجلط الدم بنرش بعض المواد اللي هي بتعمل عملية تجلط للدم على سطح الجرح وممكن اعمل حقن لمادة تساعد على التجلط دي موجودة في الصيدريات في مواد بتساعد على عملية تجلط الدم وفيتامين كاف وحاجة مواد تساعد على انقباض الاوعات الدموية زي مواد مشابهة الادرينالين زي الابنفرين دي كلها مواد بتساعد على انقباض الاوعات الدموية يبقى انا بعمل مواد برشها ممكن على الجرح ممكن احقن بعض المواد اللي هي بتساعد في عملية التجلط بتاعت الدم ممكن احئن بعض المواد اللي بتعمل لي انقباض للقوعية الدموية عشان تقلل لي الدم اللي موجود فيه المنطقة اللي فيها الجرح وبالتالي تقلل لي كمية النزيف اللي موجودة في الجرح ممكن احئن برضو ايه؟ كالسيوم وفيتامين كافر اللي اتنين دول بيساعدوا في عملية التجلط وبعمل عملية حقن للمحاليل التعويضية زي محلول الملح زي محلول الجلوكوز زي محلول الرينجرز الحاجات دي بمحلول تعويدي ليه؟ لأن عملية النزيف بيتبعه فقد للسوائل وفقد للإلكترولايت أو للأملاح المعدنية اللي موجودة في الجسم فبالتالي عشان أعوض السوائل اللي فقدت أثناء عملية النزيف يبقى لازم أعمل عملية حقن للمحاليل التعويدية أهمها وأشهرها محلول الجيلوكوز محلول الرينجرز ومحلول الملح الثلاث أنواع دول من المحاليل محاليل تعويدية طبعا أنا استخدمت المحاليل التعويدية دي قبل كده في حالات برضو مشابهة اللي هي فيها فقد للسوائل حد يفكرني؟ آه في حالات الإسهال حالات الإسهال كانت في حالات فقد للسوائل وحفالات فقد للأملاح المعدنية اللي موجودة في الجسم فبالتالي أنا استخدمت السوائل التعويدية في عملية الحقن الوريدي هنا برضو عشان عملية الفقد للسوائل والأملاح التعويدية هنستخدم حاجة اسمها المحاليل التعويدية اللي هي على الجلوكوز محلول الملح ومحلول الرينجرزيلاكتيد. ده بدأت طريقة من الطرق الكيميائية. يبقى انا خدنا الطرق الجراحية ونوع التالي اللي هو الطرق الكيميائية في ايقاف النزيف. نوع من انواع النزيف اللي هو بيشكل خطورة في الكائنات الحية في الحيوان والانسان اللي هو نزيف الانف. نزيف الانف ده بيحصل يا اما من فتحة واحدة من الانف او من كلتا فتحتي الانف. يبقى يحدث نزيف فتحتي الانف او احد هنا. ايه اسباب هذا النسيف? يعني تعرض الحيوان لكدمة او خبطة او حادث في منطقة الرأس او نتيجة ورم سلطاني او تناول بعض النباتات السماء اللي هي ممكن تعمل لي عملية اه سيولة في الدم وارتفاع في ضغط الدم وتعمل لي عملية ايه نزيف لفتحتي الانف. يبقى اسباب هذا النزيف ممكن تكون كدمة او خبطة في الرأس. ممكن يكون ورم سلطاني. ممكن يكون تناول لبعض النباتات السماء. طريقة ايكراف هذا النزيف اول حاجة باشوف السبب. يبقى العلاج المسبب عشان اشيء توم اشيلت السبب. النزيف ده هيبدأ ييال. بعمل ايه? بعمل رفع الرأس الاعلى. يبقى انا دايما الحيوان اللي بيتعرض للنزيف في منطقة الانف او الكائن الحيوان اللي بيتعرض للنزيف في منطقة الانف بعمل عملية رفع للايه? للرأس الاعلى. ليه? بقلل من الضغط وبقلل من توريد الدم لهذه المنطقة. بدل ما احنا فاقلنا في الاطراب بنعمل الرباط الضغط. طب منطقة الرأس دي لا يبقى لازم احط او منطقة الانف يبقى لازم ارفع الرأس الاعلى عشان اقلل من كمية الدم الواردة لهذه المنطقة وقلل عملية النزيف. يبقى اول حاجة رفع الرأس لاعلى. اتنين حشو احد فتحتين الانف النازفة بشاش مشبع بمواد قابضة توقف النزيف الادريناليل اللي هو موجود في السلطريات اللي هو الايبنفرين. طيب احد فتحتين الانف لو فيها نزيف هنحط شاش والشاش ده هنبلو بهذه المادة اللي هي الادريناليل او المادة المشابهة لها اللي هي الايبنفرين بشبع القطمة بهذه المادة وابدأ احشي فتحة الانف بهذه ايه بقطعة الشاش دي واسيب الرأس فيه منطقة عالية بحيس ان النزيف يبدأ يوقف. لو النزيف جاي من فتحتين الانف هنا ما اقدرش احط الشاش هيعمل عملية ايه ان انا عملية التنفسها توقف. يبقى يجب استدعاء الطبيب فورا وعمل فتحة في القصبة الهوائية منطقة القصبة الهوائية بحيس انها تكون ممر بديل لدخول الهواء وبعد ما بعمل عملية الفتحة في القصبة الهوائية بعمل حشو الفتحتي الانف بالشاشة. طب العمليات دي مين اللي بيقوم بيها? اللي بيقوم بيها الطبيب البطري. طب انا كممرد هل مطالب كده? لا انا مطالب ان الحالات ان انا ارفع رأس الحيوان او ارفع رأس الكائن الحيوان اللي عندي ما خلوهش يحصل عملية نزيف. وان انا لو اقدر احشي احد فتحتين الانف لو نزيف من احد الفتحتين ان انا بجهز مادة الادرينانين او والشاشة اللي عندي بابلله بهذه المادة وببدأ احشي احد فتحتين الانف بهذه القطعة وابدأ لكن لو نزيف من فتحتين الانف هنا يجب ان انا بيستدعي الطبيب فورا عشان اعمل الممر البديل او لعملية التنفس عشان اللي هي القصبة الهوائية بعمل فتحة في القصبة الهوائية وببدأ اسد بقى فتحتين الانف باستخدام اللي هو الشاشة المبللة بالابنفين. اه ممكن بقى احقن المواد السابقة حقنا في الوريد. لو النزيف موقفش. يعني لو النزيف استمر من فتحتين الانف او احد فتحتين الانف. يبقى هنا باضطر ان انا استخدم الطرق الكيميائي اللي انا استخدمتها في الايه? الطريقة السابقة اللي هي عن طريق حقن بقى المواد تساعد على التجلط حقن مواد تساعد على انقباض الاوعات دموية. اه استخدام بعض المحليل عشان اعود الفقد من السوائل اللي موجودة عندي. ده في حالة ايه? في حالة لو الطريقة دي ما نفعتش في ايقاف النزيف داخل الانف. ننتقل بعد ذلك اعزائي الطلبة والطالبات الى حالات طارئة جدا وهي الحروق. والحروق تعتبر من الاصابات الخطيرة جدا اللي ممكن تعمل لنا مشاكل تؤثر على حياة الحيوان. لو انا ما عملتش عملية تداخل سريع مع الحالة. نتيجة ايه? نتيجة تلف الانسجة اللي هي المحترقة. نتيجة فقد للسوائل. فقد ليه كمية من الاملاح. نتيجة عملية الحروق دي كلها هتأثر لي على الحالة الصحية للحاول. وبالتالي حالات الحروق تعتبر من الحالات الطريقة مشابه جدا للنزيف في ان هي يجب ان يتم التداخل معها بسرعة. طيب ننتقل بعد ذلك الى التعرف على انواع الحروق. اول حاجة حروق من الدرجة الاولى. هذه الحروق وهي حروق سطحية بيسميها حروق من الدرجة الاولى ليه? عشان هي حروق سطحية بتصيب منطقة البشرة. احنا عندنا الجلد بيتكون من كم طبقة? من تلات طبقات. في حاجة اسمها البشرة. وفي حاجة اسمها الادمة تحت البشرة. وفي حاجة اسمها منطقة اللي هي الالياف والاوعية الدموية والالياف العصبية. لو لو انا عندي الحروق دي وصلت لمنطقة السطحية لمنطقة البشرة دي بقى اه دي بنسميها حروق من الدرجة الاولى. طب ايه هي العرض اللي انا بشوفه عليه? العرض اللي انا بشوفه عليه اللي هو احمرار الجلد. اللي هي مظاهر الالتهاب. اللي هو احمرار الجلد. تورم الجلد. ممكن الاقي فيه الم. ممكن الاقي فقد للوظيفة دي كلها حاجات بسميها حروق من الدرجة الاولى بتصيب منطقة البشرة فقط في الجلد. حروق من الدرجة التانية اللي هي الحروق السطحية للجلد للبشرة بيحدث فيها احمرار مع حروق للجزء الخارجي للجلد وظهور طبقة الادم اللي هي يبقى البشرة تعرضت لاعلى درجات الحروق وبالتالي ما بقتش موجودة وظهرت منطقة الادم اللي هي المنطقة التانية من مكونات الجلد وإحساس هنا الحيوان بالألم الشديد. يبقى ده هنا بتكون اسمها حروق من الدرجة التانية. طب هل الادم تعرضت لأي مشاكل؟ لا هي بس ظهرت على السطح وبنطقة البشرة هي اللي تم فيها التلف بصورة كاملة. يبقى دي اكثر خطورة من حروق الدرجة الاولى. النوع الثالث اللي هي حروق من الدرجة الثالثة. حروق الدرجة الثالثة بيحصل فيها حريق لطبقتين البشرة وطبقة الادم اللي هي الطبقة التانية. يبقى هنا مش ظهرة بس لا ده هنا آآ اثر الحرق طال هذه المنطقة اللي هي الادم مع تعرض اطراف النهايات العصبية الحسية للتلف وتكون هنا اكثر ايلاما. يبقى في حروق الدرجة الثالثة بيكون فيه حروق لطبقتين البشرة وطبقة الادمة مع تعرض اطراف الاعصاب الحسية للتلف وبتكون هنا اكثر ايلاما. اربع حروق الدرجة الرابعة وهو احتراق الجلد والانسجة اللي تحتاب الكامل بما فيها الاعصاب الحسية والاوعية الدموية. حروق الدرجة الخامسة بيحترق الجلد والانسجة وبيصل الى العضلات. يبقى هنا دي اسمها درجات وانواع الحروق. حروق من الدرجة الاولى احنا بتصيب منطقة البشرة فقط ثم حروق من الدرجة الثانية بتصيب مرضو منطقة البشرة ولكن هنا منطقة البشرة تعرضت للتلف الشديد وظهرت الطبقة الثانية من الجلد اللي هي الادمة. الحروق من الدرجة الثالثة اللي هي حروق طبقتين البشرة والادمة وتعرض النهايات الاعصاب الحسية وهنا بتكون اشد الدرجات الحروق اللي هي طبق الحروق من الدرجة الثالثة. حروق الدرجة الرابعة هنا تعرض البشرة والادمة وكامل انسكة الجلد للحرق بما فيها المنطقة اللي تحت الادمة. وبتكون شديدة الالم على الحيوان. حروق الدرجة الخامسة بتوصل لمنطقة العدرات. وهنا غالبية الحالات ما بتكون بتكون فقدت الاحساس بالالم. طيب فقدت الاحساس في حروق الدرجة الخامسة ليه بالالم? لان هنا المنطقة دي فيها الاعصاب اللي هي بتنقل الاحساس. هنا الاعصاب دي تدمرت تماما. وبالتالي الاحساس بالقلم ما بيقماش موجود. يبقى في منطقة الحروق الدرجة الخامسة. دي هي اعلى الدرجات اللي هي الحيوان هنا ما بيحسش بقلم. ولكن خطورة هذه الحالة ان بيفقد ايه جسم الحيوان الكثير جدا من السوائل اللي هي ممكن تعرض الحيوان للنفوق نتيجة الهبوط الحاد في الدورة الدموية. ننتقل اعزائي الطلبة والطالبات الى الاعراض العامة للحروق. ايه هي الحاجات اللي احنا ممكن نشوفها على الحيوان اللي تعرض لعملية حرقة او تعرض ليه حرق في الجسم. اول حاجة ازا كان هذا الحرق موضعي او اقل من خمستاشر في المية من جسم الحيوان فبتكون الحالة بدون اعراض عامة. يعني بدون اعراض عامة يعني ايه? الاعراض العامة للحيوان. لكن اعراض الالتهاب موجودة اللي هو الحمرار. وفيه حالات الالم في مكان الحرق. وممكن حالات التورم. حالات خروج بعض السوائل المصلية في مكان الحرق. لكن حالة عامة للحيوان ان الحيوان يتعرض لاعياء او يتحرد له اه هبوط حد في الدورة الدموية او انه يفقد اه حياته دي ما بتبقاش موجود. وهنا لازم اه نعرف ان الحرق الموضعي لازم يكون اقل من خمستاشر من في المية من سطح جسم الحيوان. يبقى بيكون اقل من خمستاشر في المية من سطح جسم الحيوان. ازا كان الحال اكتر من خمستاشر في المية من جسم الحيوان فبتظهر الاعراض اللي هي الاعراض العامة. ايه هي الاعراض بقى العامة? اللي هي تظهر اثناء عملية الحرق. واحد حدوث صدمة عصبية واغماء للحيوان. صدمة عصبية نتيجة الالم الشديد اللي تعرض له الحيوان من عملية الحرق. فهذه الصدمة العصبية بتعمل عملية اغماء مفاجئ للحيوان. اتنين. النبض بيقل بصورة ملحوظة جدا. معدل النبض زي ما احنا عارفين وخدناه في الدروس اللي قبل كده. هنا معدل النبض بيقل بصورة ملحوظة جدا. التنفس بيكون غير منتظم. غير منتظم. لا سريع ولا بطيء. ولكن مراحل يكون معدل النبض او معدل التنفس سريع. وفي مراحل اخرى بيقل معدل التنفس. انخفاض في درجة حرارة الجسم. وتعرض الحيوان للخطر خلال تلت لخمسة ايام. يبقى هنا لو كان الحيوان تعرض لحروق في الجسم اكتر من خمستاشر في المية من سطح الحيوان. هنا بيكون الحيوان معرض للنفوق او تعرض الحيوان للخطر في خلال تلت لخمسة ايام. طب ايه السبب? السبب ان كلما زاد سطح المنطقة المحروقة في الجسم. كلما زاد معدل الفقد في السوائل ومعدل الفقد في السوائل المصرية اللي هتخرج من منطقة دي وبالتالي بيحصل انخفاض في ضغط الدم وانخفاض في معدل ضربات القلب ويحصل هبوط حاد في الدورة الدموية. يبقى لو كانت يبقى هنا يجب التدخل السريع والمباشر في الحالات اللي هي بيتم فيها الحروق لأكتر من خمستاشر في المية من سطح جسم الحيوان. يبقى دي اللي اسمها الاعراض العامة للحروق. لكن لو هي اقل من خمستاشر في المية مش هنلاقي اعراض عامة. هنلاقي اعراض على الموضع اللي هو تم فيه الحرق لأعراض الالتهابات العامة اللي احنا هنتعرف عليها بعد كده ان شاء الله. طيب طرق اسعاف الحروق. طب انا عرفت دلوقتي الاعراض العامة وعرفت عنواع الحروق كيف يتم التعامل مع حالة طارقة حالات الحروق. ازاي انا تم التعامل معها. اول حاجة ازالة السبب اذا كان مادة كيميائية حمض او قلو. طبعا انا عندي الحروق دي ممكن تكون مسببتها. يا اما الاشتعال من نتيجة النار او نتيجة اللهب يعني. ودي او نتيجة مادة كيميائية زي الاحماض والقلويات. الاحماض والقلويات دي مواد كيميائية. البي اتش بتاحها بيكون اقل من سبعة من عشرة او ازياد من سبعة. فبالتالي المواد دي لما بتتعرض للجلد بتعمل اعراض مشابهة لاعراض الحروق باللهب او بالنار. هذه المواد بنسميها مواد كيميائية. زي الاحماض والقلويات. طيب لو اي مادة دي لمسة الجلد هتدينا اعراض الحروق تماما اللي احنا اتعرفنا عليه. وهتدينا الاعراض العامة لو كان سطح الجلد الحيوان اكتر من خمستاشر في المية. فلازم اعمل عملية غسيل للمكان المحروق بالمواد الكيميائية. طب ازاي? بمواد مش بالمية بقى? لا ده بمواد معادلة كيميائية. لازم اعرف نوع الاصابة اللي عندي. هل كان بحمد? يبقى انا هستخدم قلوي خفيف. عشان عادل الحمد. لو كان الاصابة بمواد قلوية يبقى انا هستخدم حمد خفيف. عشان اعادل القلوية اللي عندي. يبقى غسل المكان المحروق بالمواد الكيميائية بمواد معادلة كيميائية. فاذا كان الحرق بمادة يبقى لازم اتعرف على ايه مسبب المادة الكيميائية ايه المسبب للحرق. في مادة حمدية فبيتم غسله بمادة قلوية خفيفة او اذا كان قلوي باغسله بمادة حمدية خفيفة او ضعيفة. تلاتة منع خروج السائل المصلي بوضع مراهم تمنع التبخر وخروج السوائل من الجسم. طبعا نتيجة الحرق ده بيحصل تلف للانسجة تلف للجلد وبالتالي السائل المصلي ده اللي هو السوائل اللي بتخرج من الاوعية الدموية نتيجة الحرق بتخرج على سطح الجلد. لو حصل ان السوائل دي فضلت تفقد من سطح الجلد المحروق هيحصل عملية هبوط حادف الدورة الدموية كأنه نزيف تماما يشابه النزيف. فانا بوضع بعض المراهم اللي بتمنع عملية تبخر هذه السوائل وخروج هذه السوائل من الجسم. بعمل دهان لبعض مراهم الحروق على سطح الجسم من الخارج. بعض المواد او المراهم الملطفة للالتهابات زي اكسيد الزينك. الحاجات دي كلها بتمنع عملية تبخر السوائل او خروج السائل المصلي من المنطقة اللي اصيبت بالحروق. رقم اربعة اعطاء مسكنات لتخفيف الالم. طبعا فيه هنا حالة الم شديدة للحيوان. يبقى باضطر ان انا اضي بعض المسكنات التي تساعد في تخفيف الالم هذا الحيوان. ودي بتكون بصورة موضعية بعض المخدرات الموضعية اللي انا برشها على الحرق من الخارج. او ان انا ممكن استخدم بعض العلاجات اللي هي بصورة اه جهازية حقن في العضل او في الوريد. عشان اخفف الالم الموجودة في الحيوان. رقم خمسة اعطاء المضادات الحيوية. والمضادات الحيوية برضو نوعين. يعني اما موضعي على الحروق من الخارج عشان امنع عملية التقيح والصديد لهذه الحروق. او ان انا باستخدم بعض العلاجات اللي هي عن طريق الحقن في العضل او في الوريد. عشان ادي مفعول اسرع واتطمن ان الحروق اللي عندي ما حصلهاش اي ترويض. فباستخدم بعض المدادات الحيوية. رقم ستة اعطاء محاليل تعويضية زي محلول الملح ومحلول الجلوكوز ومحلول الرينجرز. والمحاليل دي غالبا بيتم تعليقها في الوريد للحيوان عشان اتطمن ان انا بعوض الحيوان بالسوائل اللي ممكن تكون فقدت اثناء عملية الحريق او اثناء خروج السائل المصلي في المنطقة المصابة بالحرق. يبقى دي كلها طرق اسعاف الحريق. اول حاجة لازم احدد السبب. واذا كان السبب كيميائي سواء كان حمض او قلوي بعمل عملية معادلة باستخدام مواد تعادل هذه الحمضيات او القلويات. اتنين امنع خروج السوائل المصلية بوضع المراهم عشان امنع عملية تبخر لهذه السوائل من سطح الجلد. رقم اربعة بدي مسكنات وبدي مضادات حيوية ورقم ستة اعطاء محليل تعويضه. طبعا ده كله تحت اشراف الطبيب البيطري المعالج للحال. لكن الاسعافات الاولية دي لو انا ما عنديش الطبيب فانا ببدأ اتدخل مع الحالة عشان ما احصلهاش نفوق وافقد حياة هذا الحيوية. ننتقل بعد ذلك الى نقطة اخرى وموضوع اخر من الاشياء اللي احنا لاجب اننا نتعرف على الاسعاف اللي هي الالتهابات والخداريج. طب كلمة التهابات ما هو تعريف الالتهابات? هو عبارة عن تفاعلات مؤقدة للانسجة والاوعية الدموية ضد اي عامل داخلي او خارجي. هذي يبقى الالتهابات هو نوع من تفاعل الجسم وتفاعل هذا الجسم مع عامل غريب. هذا العامل ممكن يكون خارج الجسم وهنا بيكون التهاب خارجي او داخل الجسم ويكون التهاب داخل. ايه هي الاسباب? اول حاجة الخبطات وصدم المكان اللي هو التعرض للصدمات والخبطات في على جسم الحيوان. اتنين التعرض لمايكروبات كالبكتيريا والفيروسات اللي هي الامراض سواء كانت امراض بكتيرية او امراض فيروسية ممكن تعمل الالتهابات معينة في الجسم على حسب نوع الاصابة. تالت حاجة البرد الشديد او التعرض للحروق. يبقى التعرض لدرجة الحرارة المنخفضة جدا. هيعمل لي نوع من انواع الالتهابات والتعرض للحروق او لدرجة الحرارة العالية جدا الغير مناسبة برضو هيؤدي لي الى نوع من الحروق واللي حروق دي هيبقى اعراضها التهابات. رقم خمسة الحساسية لبعض اشياء مثل تناول بعض انواع المواد اللي هي بتثير الحساسية على حسب نوع الحيوان اللي عندي. يبقى الحساسية دي هو نوع من انواع الالتهابات. يبقى انا كلمة التهاب هي كلمة شاملة لاي تفاعل للجسم مع اي عامل داخلي او خارجي. عشان الجسم بيحاول يقلل من اثر هذه العوامل الخارجية او الداخلية. فبيعمل حاجة اسمها التهابات. يبقى هو خط دفاع من الجسم تجاه هذا العامل. طب ايه هي مسببات هذه الالتهابات? زي ما احنا قلنا مسببات الالتهابات. يعني اما ارتفاع الشديد في درجة الحرارة. يعني اما انخفاض شديد في درجة الحرارة. يعني اما التعرض للفيروسات والبكتيريا. يعني اما تعرض الحيوان لكدمات او اصابات معينة او التعرض لحروق. او ممكن الحساسية لبعض ايه المواد اللي ممكن يتناولها الحيوان في الاعلاف او في المياه. الحساسية دي بتكون على حسب نوع الحيوان اللي عندي. فده الحساسية دي تعتبر نوع من انواع الالتهابات. طيب. هنتعرف على اعراض الالتهاب. كلمة الالتهاب يبقى مرتبطة بست حاجات. اول حاجة سخونة في المكان الملتهاب. يبقى لك المكان اللي فيه الالتهاب ده درجة حرارته عالية عن بقية اجزاء الجسم. وهي سخونة المكان الملتهاب. اول الحاجة اللي هو سخونة المكان الملتهاب. اتنين تورم المكان الملتهاب. يبقى دي بسميها علامات الالتهاب. يبقى السخونة ثم التورم اللي هو بلاء ان فيه كمية من السوائل بتدحجز في هذا المكان فبيديني شكل الورم. تلاتة احمرار المكان. يعني احمرار المكان نتيجة لان المنطقة دي بيكثر فيها تدفق الدم بالاوعية الدموية هيحصل فيها احمرار. يبقى بلاء سخونة بلاء تورم بلاء احمرار. بلاء الم عند لمس هذا المكان. يبقى في المكان اللي فيه التهاب بلاء ان فيه الم. بلاء ان فيه فقد للوظيفة. لو العدو اللي هيحصل فيه التهاب هيفقد الوظيفة بتاعته بصورة مؤقتة لحين امتهاء الالتهاب. يبقى دي بسميها الاعراض الخمسة او اللي مهمة جدا اللي ممكن الاقيها في الالتهاب اللي هي السخونة والتورم والاحمرار والالم عند اللمس وفقد الوظيفة. طب ايه هي حالات الاعراض العامة في حالة الالتهاب الشديد? لو هذا الالتهاب تطور وخد اجزاء كتيرة من جسم الحيوان ولم يتم علاجه هيبقى فيه اعراض اسمها اعراض عامة للالتهاب. يعني جسم الحيوان كله هيبدأ يتأثر. وبالتالي هيحصل ايه? فقدان للشهية وارتفاع في درجة حرارة الجسم. يبقى الجسم هيatta فيه إرتفاع في درجة الحرارة. اللي هي بنقول عليها ايه? الحمة. تلاتة احتقان في الأغشية المخاطية. يبقى الأغشية المخاطية اللي هي الأغشية الموجودة وتحيد بالجسم من الداخل هلاقي ان الأغشية المخاطية دي بتحمر بيحصل لها انها لونهاء الاحمرار بيزيد. فبالتالي بنقول عليه ايه? احتقان الأغشية المخاطية بلاقي فيه كآبة في الحيوان وانعزاله بعيدا عن القطيع يبقى الحيوان هنا بيبدأ نتيجة الأعراض العامة من المرض اللي عنده بيبدأ ياخد مكان معين في المزرعة ينزوي فيه ويبدأ يبعد عن بقية القطيع يبقى دي ما سميها الأعراض العامة للالتهاب يبقى فيه أعراض لو الأعراض دي في مكان للتهاب اللي هي الإحمرار وفقد وتورم المكان وإحمرار المكان والألم عند اللمس وفيه اعراض عامة لو الالتهاب ده زاد في الجسم او استمر للفترة طويلة يبقى هنا بيلاقي فيه حاجة اسمها الاعراض العامة يبقى لازم افرع بين اعراض خاصة واعراض عامة في حالات الالتهاب الشديد طيب ايه هي اهداف الالتهابات يعني الجسم لماذا يقوم الجسم بعملية الالتهاب خلي بالك ان عملية الالتهاب دي عملية بيقوم بها الجسم في التفاعل مع اي عامل داخلي او خارجي فايه هي اهداف الالتهابات اولا هو تفاعل الجسم ضد المسببات المذكورة المسببات المذكورة اللي هي ايه اول حاجة قلنا اللي هي الفيروسات البكتيريا الفطريات الارتفاع الشديد في درجة الحرارة الانخفاض الشديد في درجة الحرارة التعرض للكدمات والخبطات التعرض للحساسية نتيجة وجود بعض المواد اللي هي موجودة في الاكل والشرب بتاع الحيوان فبتعمل الحساسية للحيوان دي كلها بقول عليها المسببات المذكور فتفاعل هذا الجسم مع هذه المسببات هيدي لي حالة من حالات الالتهاب اتنين يحطم المايكروبات يبقى الالتهاب ده وظيفته انه هو بيحطم للمايكروبات اللي موجود وتخفيف وتركيز المواد المسببة لهذا الالتهاب يبقى تخفيف تركيز المواد المسببة لهذا الالتهاب ازالة الخلايا والانسجة التي تحطمت واصلاح الانسجة التي تلفت والتقامها عشان كده بنقول ان منطقة الالتهاب دي هي منطقة بتزيد فيها الاوعية الدموية او بيزيد فيها تضفق الدم داخل الاوعية الدموية عشان كده بيبقى فيها احمرار وبيبقى فيها سخونة بيبقى فيها احمرار وفيها سخونة وفيها تورم ليه؟ نتيجة ان الاوعية الدموية في منطقة الالتهاب زاد فيها تضفق الدم طب بيزيد فيها تضفق الدم ليه؟ عشان يقلل تركيز المواد المسببة للالتهاب عشان يقضي على المواد المسببة للالتهاب عشان هنا الحيوان يبدأ الأنسجة التالفة يتخلص منها ويعمل عملية بناء للأنسجة السليمة اللي موجودة في الجسم اللي في مكان الالتهاب يبقى الالتهاب ده هو عبارة عن تفاعل مهم جدا لازم الجسم يقوم به مع أي عامل داخلي أو خارجي مسبب لهذا الالتهاب على حسب درجات الالتهاب بنقسم الالتهاب إلى نوعين الالتهاب حاد وبه الأعراض السابقة اللي احنا بانت عندنا سواء كانت أعراض خاصة أو أعراض عامة أعراض خاصة احنا قلنا الحمرار والتورم والسخونة وفقد الوظيفة فقد وظيفة العضو أعراض عامة اللي هي ارتفاع في درجة حرارة الجسم فقد مثلا للسوائل انزواء الحيوان كآبته فقد الشهية دي كلها ما سميها أعراض عامة خلاص دي الأعراض اللي موجودة في حالات الالتهاب الحاد يبقى ما أقول الالتهاب حاد لما تظهر لجميع هذه الأعراض سواء كانت أعراض خاصة أو أعراض عامة لكن حالات الالتهاب المزمن ما بيكونش ظاهر عليه أي علامات وده النوع التاني وده النوع اللي هو بيكون طويل الأمد بيكون الجسم تعرض للتهاب فطلات طويلة ومزمنة فبنقول عليه إيه؟ التهاب مزمن هذا الالتهاب ما بيكونش عليه أي أعراض فترة وهو نتيجة فترة طويلة لوجود المسبب يؤدي إلى حدوث ورم جامد فقط ومتليف ليس به السكونة، ليس به الإحمرار، ليس به ألم ولكن هو عبارة عن ورم جامد ومتليف نتيجة إيه؟ نتيجة تعرض هذا المكان للالتهاب بصورة طويلة وبصورة فترات طويلة دون العلاج فهنا تحول الالتهاب الحاد اللي عندي إلى التهاب إيه؟ التهاب مزمن طيب، يبقى أنواع الالتهاب فيه التهاب حاد والتهاب مزمن طيب، نهاية الالتهاب، هل التهاب على التفاعل اللي بيقوم بالجسم ده؟ له نهاية؟ آه له نهاية يأما الالتهاب ده يحصله شديد ويؤدي إلى رضا عامة تنتهي بنفوق الحيوان يأما الحيوان ده هيشفى ويختفي هذا الالتهاب سريعا يأما بيتكون صديد إذا كان المسبب إيه؟ إذا كان المسبب ميكروب يبقى لو كان المسبب ميكروب يبقى هنا هيتعرض الجرح للقيح ويتكون صديد وبالتالي هيتكون الالتهاب هنا التهاب صديدي أو تقيحي في الحالة الرابعة يتليف بتحوله إلى تورم مزمن يبقى ده مصاري الالتهاب بتاعي يبقى مصاري الالتهاب بتاعي يأما أنه يكون شديد ويؤدي إلى أعراض عامة بتنتهي بنفوق الحيوان يأما هذا الالتهاب بيختفي سريعا يأما هذا الالتهاب بيتعرض للتلوث بدخول أي نوع من أنواع الميكروبات اللي هي ممكن تكون صديد أو قيع وبيكون هنا التهاب تقيحي أو صديدي يأما بيكون الالتهاب ده استمر مع الحيوان فترة طويلة من الزمن دون العلاج وما حرزلوش أي نوع من أنواع التقدم هنا بيتحول من التهاب حد إلى التهاب إيه؟ التهاب مزمن وهذا الالتهاب المزمن بيكون صعب العلاج وبيتحول إلى ورم هذا الورم بيتلايف النسيج ده بيتلايف وبيكون ورم وبالتالي بيكون صعب العلاج يبقى ده نهاية الالتهاب اللي عندي أو بنسميه مصاري الالتهاب بعد الحدوث طيب ننتقل بعد ذلك أعزائي الطلبة والطالبات إلى علاج الالتهابات زي ما احنا تعرفنا قلنا أن في حالتين من التهاب يا إما التهاب مزمن يا إما التهاب حاد طيب في حالات الالتهاب المزمن هنعليكها إزاي؟ أول حاجة إزالة المسبب المؤدي للإصابة لأن احنا قلنا أن الحالات الالتهاب هي حالات تفاعل للجسم مع هذا المسبب الغريب يبقى أنا بمجرد أن أنا عملت إزالة لهذا السبب المسبب للالتهاب أعراض الالتهاب كلها إيه؟ هتختفي من الجسم يبقى أول حاجة أعرف المسبب للالتهاب وعمل عملية إزالة لهذا المسبب المؤدي إلى الإصابة بالالتهاب اتنين تخفيف الاحتقار طبعا إنا قلنا منطقة الالتهاب فيها احتقار فيها احمرار فيها سخونة فبعمل عملية كمادات بإيه؟ كمادات مية بردة يبقى كمادات الماء البارد باستخدمها في حالات الالتهاب الحال ليه؟ لأن أنا عندي سخونة وعندي إحمرار وعندي تدفق للدم في هذه المنطقة بصورة كبيرة فبعمل حاجة اسمها كمادات الماء البارد بس لازم أخلي بالي أن أنا وأنا بعمل كمادات مية بردة لازم أكون تعرفت على السبب وازلت هذا المسبب أو شلت المسبب ما ينفعش أعمل كمادات ماء بارد ومسبب الالتهاب موجود أنا كده بزود خطورة الالتهاب يبقى لازم أعمل أول حاجة إزالة للمسبب اللي هو الالتهاب أتعرف على السبب وبعد كده أعمل كمادات بالماء البارد لمنطقة الاحتقان والإحمرار والسخونة عشان أبدأ أزيل علامات الالتهاب على هذا العضو تخفيف الألم طبعا بيبقى إحنا قلنا فيه ألم في منطقة الالتهاب فأنا بستخدم مضادات الالتهاب اللي هي بتساعد على تخفيف الألم إذا كان المسبب ميكروبي فيجب إعطاء المضادات الحيوية لهذا الحيوان الراحة التامة للحيوان يبقى ده كله اسمه العلاج حالات الالتهاب الحاد يبقى علاج حالات الالتهاب الحاد أول حاجة إزالة المسبب وده أهم حاجة لأننا توم بزيل هذا المسبب تفاعل الجسم بيقل مع هذا المؤثر وبالتالي علامات الالتهاب بتقن تاني حاجة تخفيف الاحتقان والإحمرار والسخولة بعمل كمدات الماء البارد وتخفيف الألم باستخدام المضادات الحيوية وعشان أخلي بالي برضو بدي مضادات حيوية عشان أمنع المسبب الميكروبي من أنه يكون موجود داخل الجسم بعد كده بعمل عملية راحة تامة للحيوان إن أنا بدخل للحيوان فراحة تامة عشان يبدأ الجسم يستعيد حيويته مرة أخرى طب في حالات الالتهاب المزمن الالتهاب المزمن زي ما احنا قلنا إن اختفت جميع علامات الالتهاب الحاد ولكن هو فيه التهاب داخل الجسم السبب موجود وبالتالي الالتهاب المزمن ده فيه تلايف حصل فلازم أعمل عملية تحويل للالتهاب المزمن إلى التهاب حاد يعني أنا لازم أحول درجة الالتهاب المزمن وادخله في حالة التهاب حاد طب انا بقى استخدم ايه باستخدم حاجة اسمها الملهبات او الحراءات زي مرهم اليود زي مرهم الزئبق او استخدام بعض الزيوت الخاصة زي زيت الترابنتينا او زيت الكفور الحاجات دي بتعمل لي ايه بتحول لي الالتهاب المزمن اللي عندي الى التهاب حاد يبقى حولت لي الالتهاب المزمن اللي عندي الى التهاب حاد طب حولت لي الالتهاب حاد عشان اعالجه يبقى ما ينفعش ان انا اقدر اعالج حالة التهاب مزمن في الحالة الصورة اللي عليه للتهاب المزمن لازم ادخله في حالة التهاب حاد وبعد كده اعالجه كاني بعالج حالات التهاب حاد طب باستخدم ايه في تحويل التهاب المزمن الى التهاب حاد باستخدم المنقبات او الحرقات زي مرهم اليود زي مرهم الزئبق او استخدام بعض الزيوت الخاص يبقى دي كلها عبارة عن علاج الحالات الالتهاب اللي عندي بننتقل أعزائي الطلبة والطالبات إلى نوع تاني من أنواع الالتهابات اللي حصل فيه تقيع اللي هو الخراريك وده بيقابني لو أنا ما عملتش عملية علاج للجروح اللي عندي بصورة سليمة أو ما عملتش عملية تطهير باستخدام المطهيرات بصورة سريمة هنا الجرح اللي عندي ممكن يتعرض لي حاجة اسمها التلوث بالميكروبات الصديدية اللي هي ممكن تكون لي حاجة اسمها الخراريك طب هل الخراريك بتكون للجروح؟ لا ده ممكن الحروق تتعرض لي وتكون خراريك للتهابات اللي موجودة عندي لو حصل بها عدوى بأي مكروب يبقى بتتعرض للخراريك الخراريك دي هي عبارة عن صورة من صور التلوث للجروح أو الحروق أو للتهابات طيب تعريف الخراريك هو عبارة عن تميع للقيح أو الصديد هو عبارة عن التورم بداخله صديد يعني هو نوع من أنواع الالتهابات ولكن هذا الالتهاب حصل له تلوث بأي مكروب فتكون الصديد داخل هذا الالتهاب أسبابه العدوى البكتيرية الصديدية نتيجة تلوث الجروح بهذه الميكروبات يبقى الخراريك دي نتيجة التعرض للتلوث بالمكروبات اللي هي الصديدية هيكون لي صديد داخل الجروح إيه هي الأعراض؟ أعراضه التهاب من تورم وسخونة وإحمرار وتقلب يبقى دي اسمها أعراض الالتهاب يبقى فالتخراج على طول ما أنا مغمق كده هقول أعراض الالتهاب إيه هي أعراض الالتهاب؟ اللي هو التورم والسخونة والإحمرار والتقلب بمرور الوقت هيحصل تكون للخلاليج أو يتكون مادة صديدية نتيجة تلوث داخل الجرح وتستدير الحواف وبالضغط على الخراج يعطي الإحساس بأن داخله صديد بداخله مادة متكونة اللي هي الصديد طب التداخل معها إزاي؟ إزاي هيتم العلاج؟ أول حاجة تسوية الخراج إذا لم ينضج وبالضغط عليه يكون جامدا في بداية الخراج بيكون المنطقة دي جامدة جدا ما بيكونش المادة الصديدية تكونت ولكن مع تقدم الوقت بيتحول المادة الصديدية إلى مادة لازجة ومادة طرية وبالتالي حاجة دي بنسميها الخراج استوى أو أنه لازم يتم إخراج هذه المواد من الجرح باستخدم إيه طيب عشان أعمل عملية تسوية للخراج أو أسرع في عملية التسوية استخدام مرهم الإكتيور اللي هو المرهم الأسود لمدة 3 أيام بيفتح بعد التسوية بقى الخراج وبيكون لازم أراعي أن فتحة الخراج اللي أنا هبدأ أن أضف منها الجرح تكون أسفل هذا الخراج ليه؟ عشان أراعي أن كل المواد اللي موجودة داخل الجرح تخرج وراعي أن يكون عملية تطهير للجرح تماما وما يكونش فيه أي بقايا تساعد عملية تكوين الخراج مرة أخرى خامس حاجة أنه يتم عمل الغيار على الجرح وتنظيفه يوميا بالمطهرات سادس حاجة عمل فتيل بداخل الخراج إذا كان كبيرا أو عميقا يبقى هنا أستخدم الفتيل الفتيل ده ليه؟ لو كان عندي الخراج واخد مساحة كبيرة من الجرح فأنا عشان أكون الأنسجة بصورة صحية وبصورة سليمة يبقى أنا أستخدم الفتيل والفتيل ده بيكون بقلله بصورة دورية مع الغيار على الجرح يعني مع تقدم الجرح بلا أن الأنسجة بتبدأ تبني وبالتالي المساحة اللي موجودة داخل الجرح بتقل فبقلل كمية الفتيل بصورة تدريجية لغاية ما أوصل في الآخر أن أنا ما بحتاجش الفتيل وبعمل عملية تطهير للجرح من غير هذا الفتيل سادسة حاجة اللي هو حقل المضادات الحيوية إلى أن يرتائم الجرح لبقى هنا ببدأ أن أنا لازم وأنا بعمل عملية غيار على الجرح وأنا بعمل عملية تطهير للجروح أن أنا باستخدم المضادات الحيوية سواء عن طريق الحق أو عن طريق الموضعي أنه هو الجروح باستخدم المطهرات على الجرح نكون بقى في الحلقة دي استفدنا إيه؟ استفدنا أننا عملنا عملية غيار على الحروق عملنا عملية غيار على الالتهابات عملنا عملية تعامل مع الجروح وإزاي نوقف النزيف وإزاي نقدر نتعامل مع الخراريج والالتهابات الصديدية بكده نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته